بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم النهاردة يا جماعة هنتكلم على جهاز عظيم 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 لولا هذا الجهاز كان كتير من الفنيين والمهندسين وكل من يهتم بعالم الإلكترونيات والكهرباء مشلولين ما يقدروش يعملوا حاجة أو يصلحوا حاجة في الأجهزة بتاعتهم هذا الجهاز بيساعدهم مساعدة كبيرة وعظيمة من غيرها يتشلوا يجي لهم شلل تخس قمتهم وما يقدروش يصلحوا الحاجة تقريبا هذا الجهاز هو الأفوميتر الأفوميتر ده جماعة زي ما احنا شايفين مجمع مجمع لأجهزة مدمجة مع بعض يعني كان زمان كل جهاز من الأجهزة دي لوحده جهاز أوميتر جهاز أفوميتر جهاز أمبير يقيس الأمبير أو أمبيروميتر جهاز يقيس المكسفات جهاز يقيس الترانزستورات جهاز يديني بذر أو صوت يبيني السلك ده موصل ولا فاصل ببساطة ده حياة الفنيين والمهندسين اللي بيشتغلوا في الإلكترونيات وفي الكهرباء عموما فهنشرح أول حاجة أو أول جهاز منهم جهاز ده أول حاجة هو الجهاز ده بيقيس DC Volt DC اللي هو البطاريات عموما وده DC لأن الطيار بتاعها طيار مستمر مفهوش تعرجات وناعم وممكن تشغيل بيه الأجهزة زي ما احنا شايفين كده بنحطه على وضع الفولت وعلامة الفولت المستمر زي ما احنا شايفين يا جماعة أهو الشرطة دي والثلاث نقاط UV اللي هو فولت طبعا هنيجي نقيس بهذا الأفوميتر هندوس كده باور ده زرار الباور لتشغيل الباور عندنا مثلا حجر زي ده عايزين نقيسو نعرف سليم ولا لا هنحط طرفي الأفوميتر دول اهم واخيرهم محططين في الأرض اللي هم اللي هو الـ أو بنسمحنا الأرض أو الطرف التاني اللي هو وعلامة الأفوميتر المقاومة يعني إياس الفولت والمقاومة يعني ده بيقيس الفولت وبيقيس المقاومة لما نحطهم على الوضع ده ده في كل الحالات وكل جميع الخياسات بيتحط اللي هو ما بنسميه الأرضي وزي ما احنا شايفين كده هنقيس الفولت ونشوف الحجر ده هيقيس قد ايه طبعا هنحطه على وضع المتين فولت لأنه لازم منيجي نقيس اي فولت نحطه على تدريج أعلى من قيمة الفولت اللي احنا بنقيسه ده واحد وساق واحد وايه واربعة من عشرة المفروض يقيس واحد وخمسة من عشرة بس مجازا هو تقريبا يعني ضعيف سنة بس شغال لو bastard هناك العلامة اللي احنا شايفينها هه اه لك اللي احنا موصلينها الوضع الطبيعي السالب في السالب والمجب في المجب هتديني القراءة زي ما احنا شايفين كده اهو ومدتنىش العلامة اللي هي الناقص اللي على الشمال مديني زي ما احنا شايفين كده اهو ستة من عشرة واحد واحد وخمسة من عشرة واحد وربعة من عشرة يبقى ده سليم طبعا عندي تاني يقيس البطاريات على وضع الدي سي لان الدي سي بيقيس كل البطاريات عموما سواء الجافة او الابلة للشحن زي ما احنا شايفين هنقيس ده اربعة وثلاثة من عشرة يبقى البطارية ده برضو تقريبا سليمة لان هي حوالي اربعة ونص طبعا احنا بنسمح بنسبة خطأ يعني في حدود خمسة في المية عشرة في المية على حسب ما صاحب المنتج بيقولك زي ما احنا شايفين ده ده التدرجات بتاعة الدي سي متين ميلي يعني ده اقل من من الميلي الصحيح متين ميلي طبعا الفولت بتقسم الفولت والاجزاء بتاعته بتاع الفولت الميلي ده متين ميلي اتنين فولت عشين فولت متين فولت الفولت طبعا اي فولت لازم احطه اقل من التدريج اللي انا احطه عليه يعني لو هاقيس متين فولت مثلا موجودين مثلا في اي جهاز لازم اخلي التدريج ده على الالف برضو في نفس الحكاية لما عايز اقيس فولت اقل من عشرين احط ده تدريج ده او المؤشر التدريج على العشرين بمعنى اننا لازم الفولت او التدريج ده احطه اعلى من القيمة اللي انا بقاسها في حاجة تانية فولت اللي هو الفولت الاسي يبدأ من على حاجة هنا بيقاس الجهاز ده 700 فولت وهنا 200 ملي فولت علامة الاسي اللي يجه هنا ده اللي عاملة زي الشد ده ده هي متعرجة ده يعني الفولت بتاعه بيقيس الاسي اللي هو متعرج والفي برضو في نفس الحكاية فولت طبعا برضو نفس الحكاية ده اللي بيقيس الفولت المتغير اللي هو موجودة جماعة في الحيطة اللي هو في الفياش العادية اللي موجودة في الحيطة لو احنا حطينا ده كده على 700 700 فولت وحطيت دولك في الكهرباء هيديني حوالي 220 فولت او زي احنا شايفين اهو 233 فولت او 32 فولت وزي ما احنا احنا مسموح لنا زيادة او نقصان الاسي ده برضو موجود في بعض الاجهزة ممكن قياسها في التليفزيونات مثلا في الريسيفر في مدخل الريسيفر في مدخل التليفزيون ثم بعد كده بتوحد ونحولها لدي سي فطبعا احنا محتاجينه عشان نعرف الكهرباء وصل له الكهرباء ولا لا وفي خارج ولا لا في حاجة تانا يا جماعة موجودة هنا القوم فوق نشوف البزر الاول البزر ده اللي هو الرمز الخطوط المتقطعة دي اهي وفي هنا رمز دايود اللي احنا شايفونه ده ده لقياس الاسلاك في سلك موصله ولا لا فبيدينا بزر يعني صوت يا جماعة اهو بس ده بيئيس زي ما احنا شايفين دول طرفين بتوع تليفزيون من الفيديو للتليفزيون او من الاتار للتليفزيون عايزين يعرف ده سليم ولا الجهاز هو اللي بايز فبنقيس الطرفين هو عبارة عن طرفين داخلين داخل بعض درف الخارجي ده الارض وبنقيس وكده الداني صفارة يبقى ده سليم بنقيس الطرف اللي في الوسط برضو نفس الحكاية نقيس شغال الداني بزر بزر ده معناه انه هو سليم فيه حاجة اللي هو السلك ده ساعات بتبقى ده بتاع من الرسيفر للشاشة او من الرسيفر للتلفزيون لهم ثلاث وصلات اصفر وبيض وحمر وكل اصفر متوصل مع الاصفر والاحمر مع الاحمر والابيض فساعات الاشارة ما نلاقيش الفيديو او ما نلاقيش الصوت فاحنا عايزين نعرف الاسلاك ده سليمة ولا لا فنمسك كل طرفين لونين نقيسهم طبعا كل لون من دولك ليه طرفين ده وده ده اللي خارجي تملي ده لأرض هنقيسه مع الارض بتاع الطرف التاني من الاصفر ادنا الصفارة سليم نشوف الوسطاني برضو سليم يبقى ده سليم ونقيس نفس الحكاية بالاحمر برضو لفوق مع ده ده والأرض مع الارض هيدين صفارة يبقى السلك ده بريق من قطع الفيديو او قطع الصوت طبعا في حاجة تاني ممكن نقيس بها على وضع الصفارة جمع احنا شايفين دي لندا قطعت عندنا لندا دي بفتيلة الجسم ده او القلووس ده متوصل بالفتيلة على طول هنقيس كده ونشوف الداني سفارة جزء الالمونيا ده غير الجزء ده دلق الطرفين بتوع اللمبة نقيس كده اهو كده سليم لان الداني اسل الفتيلة اللي جوه فاذا الفتيلة سليمة اللمبة مفهاش كسر يبقى لعب في الدوايا لا مش وصل لها كهرباء او المفتاح العادي في حاجة تاني ممكن نقيسها انا بعمل امثلة برضو اللي ممكن نقيسها حتى للي في البيت الانسان العادي لو جاب افو ميتر زي ده واستخدم البازر يقيس به يعني قطع سلك يقيس سلك مقطوع ولا مش مقطوع طبعا ده زي ما احنا شايفين سماعة سماعة راديو صغيرة والسماعات كلها نفس النظام لو عايزين نعرف سليمة ولا لا هنقيس من هنا لهنا الطرفين بتوع السماعة الطرف ده ده طرف تثبيت البوردة الصغيرة دي مع جسم السماعة يقيس كده ونشوف كده قاس يبقى ده سليم طبعا في حاجة تالي ممكن نقسها بالبازر دوك وهو فيشة او السلك والواصلات بتاعت زي ما احنا شايفين بتاعت مثلا الراديو مسجل حاجات زي رسيفر ساعات بتبقى ما بتبقاش الفيشة بتاعته بتتخلع نقيس برضو الطرفين دولك مع الطرفين دولك ونشوف موصل ولا لا لان ممكن نلاقي الجهاز قطع خالص مش يعني ما فيش باور ولا حاجة منوارة ولا اي حاجة فهنقس كده ونشوف اول طرف اشتغل تاني طرف اشتغل ده يبقى السلك سليم وزي ما قلت ممكن الانسان العادي يجيب افو متر زي ده او حاجة مصغرة شوية ارخص ويستغل حكاية البازر دوك او الصد ده فنه ممكن يعرف الاسلام وشوية بشوية ممكن يقس الفولت اللي في الحيطة بس يحط طبعا المؤشر على وضع الدي سي ويحطوش على المقاومة او يحطو على الدي سي لو حط ده على الدي سي وعايز اي سي مش هيقيز لانه لازم تحط المؤشر على الوضع الطبيعي بتاعه في حاجة تالتة عايز اقولها لكم ده برضو من الحاجات الكويسة اللي يعني من فترة كده اخترعوها او افتكروها انه ضموا للجهاز ده اياس المكسفات زي ما احنا شايفين المكسفات اهي اهي 200 نانو 200 نانو از 20 نانو 200 نانو 200 مايكرو 20 مايكرو 2000 فولت 2000 مايكرو فرات فطبعا بيقيس المكسفات لحد 2000 مايكرو فرات انا جايب هنا كده زي ما احنا شايفين 1000 مايكرو فرات 50 فولت طبعا همالنا احنا هنقيس المايكرو بتاعه شغال ولا لا فطبعا هنشيل طرف اللحمر ونحطه عشان نانس الفولت اهو ونشوف هيدين كام طبعا انا محط انقل المؤشر وحطه على وضع المتين الالفين اسلي كام 603 مايكرو 600 وهو كام 1000 600 وشوية طبعا اقل من الالف بكتير فده ممكن يكون المكسف ضعيف ممكن طبعا في بعض الدوائر اما في بعض الدوائر لازم يكون سليم عشان يوصل للاشارة سليمة وبقيمته كاملة في حاجة حاجة تانية برضو نقيس الامبير الجهاز ده برضو في امبير والامبير اهو بيبدأ من اثنين ميلي امبير عشرين ميلي امبير متين عشرة امبير عشرة امبير طبعا وفي هنا اقل امبير فوقه بس ده امبير مستمر يعني بقيمة البطاريات بيه البطاريات وده امبير اي سي او متغير اللي انا بقيمة بيه الكهرباء العمومية مش بقيمة بيعرف الجهاز ده بيسحب قد ايه كم امبير بيسحبهم سواء على الاسي او الدي سي طبعا طريقة الاسي بتاعت الامبير بتختلف عايز ايس جهاز بيسحب مثلا كهرباء قد ايه لازم احط الطرف اقطع طرف من اللي واصل لمثلا الراديو طرف واحد ورحط الطرفين اللي انا قطعتهم واحد على ده واحد على ايه المجس التاني عشان اعرف الافوميتر ويقول الطيار اللي دخل الراديو قد ايه بعكس طبعا الفولت بحط دولك على اطراف طرف الارضي والطرف الحي ده ونفس الحكاية بالنسبة لل اي سي يعني حتى لو انا عايز اعرف الجهاز ده بيسحب ايه 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 اقص الطرف بتاع الكهرباء وطرف منهم واحد وحط وحط على ايه على اطراف المجس ده بحيث الطيار يعدي هنا في الافوميتر وحط المؤشر ده على التدريج المناسب اعلى من الامت اللي انا بقاسها يعني انا بقاس اعرف الجهاز شغال على 220 مش معقولة مثلا احطه على عشرة لا ده احطه على حاجة اعلى من الكهرباء اللي انا بقاسها عشان اعرف ايمت الامبير اللي بيعدي وحفظ على جهاز ما حطوش على امبير واوطة من ايمة السحب اللي هو بيسحب ها الجهاز جهاز زي ما قلنا امبير اي سي بالاس بي الطيار الاسي وامبير والاس الامبير بالدي سي اللي هو الشرطة المستقيمة والنقاط دي وده معناه انه جهد ناعم وموحد غير الاسي اخيرا نوصل او قبل الاخير نوصل للايه للمقاومة طبعا قاس المقاومة زي ما احنا شايفين اهل حاجة 200 اوم 2 كيلو 20 كيلو 200 كيلو 200 ميجا 200 ميجا 200 ميجا زي ما احنا شايفين كل دول بيقاسوا المقاومة وطبعا ان شاء الله هجينا المقاومة يعني ايه يعني بيجينا مقاومة كده للناس اللي بدرسوا الاكترونيات عايزين نعرف امتها قد ايه 5 كيلو بنحطها بنحط المؤشر ده على الوضع المناسب لها مثلا دي 200 عايزين نقيس مقاومة اقل من المتين نحطها على المتين ونحط دي على الطرفين بتوحة ونعرف نقيس المقاومة وان شاء الله هنعرف طريقة اياس المقاومة ازاي وكل الاجزاء دي باذن الله طبعا في حاجة يعني ممكن برضو نقيس يعني مقاومة من قليلة من اقل من المتين لحد 200 ميجا شبحان الله يعني قيم عالية جدا طبعا ده زي ما احنا شايفين ده اسمو دايود او موحد او سيليكون ده بنقسه عن طريق اللي هو الرمز بتاعه اللي هو دوك ده الرمز بتاع دوك ده داود موحد او سيليكون ان شاء الله هتيجي الوقت ونقول لكم بيتأسس ازاي لو عايزين دلوقتي يالله نعمله لكم هنحط كده زي ما احنا شايفين ونتأكد من الزمارة ونحط الطرف السالب هنا هو على الشرطة دي ونقس كده اسل لنا 542 اوم القيمة بتاعته 599 اوم اهو لو عكسنا الاطراف كده ونقس ما يقس لو اس يبقى بايز لو ما اس معكسنا يبقى كده سليم لازم ما يقس الدايود من نحطين لو اداني اي مقاومة يبقى في تسريب ارجو انه كون منسيتش حاجة في حاجة تاني عايز اقولها افتكرت ده في جزء تاني لقياس الترانزسترات هنا زي ما احنا شايفين الفتحات دي اه موجود فيها الرموز بتاعة الترانزستر ال اي وال س وال بي وال اي وتحت نفس الحكاية وفوق ال بي ان بي او ال بي او ال ان بي ان طبعا بناخد الاطراف بتاعته الترانزستر ده ترانزستر باور كبير بنحطها في كل طرف طرف الاعدة في ال بي وطرف الام ميتر في الام ميتر اللي هو ال اي والطرف مجمع بنحطه في السي وبنقيس وبنقيس بي طبعا في نوعين للترانزسترات معروفين انواع الوصالات ان شاء الله يجي نتكلم فيها ال بي ان بي وال ان بي ان طبعا الجهاز ده في حاجة اسمها هولد اهو ده بيثبت القراءة يعني انا اي حاجة سواء بولت دي سي اوم ميتر بروح دايس عليه هولد عشان يثبت لي القراءة هنا هو زي برضو نعملها كده في اي حاجة اهو يعني مثلا اس نحن الترانزيستور ده مثلا اهو هات الموحد طبعا هنشيل ده عشان يقس اهو كده جيت كده كام كده ما يقس نحط الطرفين دول كده اهو كده اس ماشي وروح مثبتين كده كده سبت القراءة زم احنا شايفين على الشاشة مراحتش ده بيثبت القراءة وبيطلع لفظ هنا اتش طبعا في حاجة تانية في الانضة لاني مش عارف ايه يعني ما ديني يا نور اهو مش عارف ايه لازمتها يعني زم احنا شايفين بتنور وتضي اضاءة اهو طبعا ارجو ان كون اتكلمت ومنسيتش حاجة عن الافوميتر وان شاء الله هتيجي على طرق استخداماته باستفادة مع عناصر الالكترونية ان شاء الله في فيديوهات جاية وشكرا وشكرا اشتركوا في القناة